التحقيقات في حادث انقلاب أتوبيس الجلالة تكشف تفاصيل صادمة ما علاقة الفنان صبر فواز؟ حادثة غامضة تهز جامعة الجلالة في يوم الاثنين الرابع عشر من أكتوبر وقعت حادثة مأساوية هزت الرأي العام المصري حين انقلب أتوبيس يقل طلابا من جامعة الجلالة الحادث أسفر عن وفاة اثني عشر طالبا وإصابة ثمانية وعشرين آخرين جميعهم لم تتجاوز أعمارهم واحدا وعشرين عاما كان الجميع في حالة من الذهول والترقب بينما تساءلت الأسر كيف حدث ذلك ومن المسؤول؟ رئيس الجامعة يعبر عن حزنه الدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة خرج عن صمته بعد الحادث عبر منشور على فيسبوك قال العدوي قلوبنا تنزف دما حزنا على أرواح طلابنا لكن وراء هذه الكلمات كانت التحقيقات تزداد تعقيدا في محاولة للوصول إلى الحقيقة أسائق الأوتوبيس تحت المجهر بعد دقائق من الحادث توجهت جهات التحقيق إلى مكان الواقع السائق الذي نجى من الحادث تم القبض عليه وأثبتت الفحوصات تعاطيه مادة مخدرة النيابة العامة لم تتردد في إصدار قرار بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات لكن السؤال بقي هل كان هو السبب الوحيد في الحادث؟ في شهادة مثيرة قالت إحدى الناجيات من الحادث أن السائق كان يقود بسرعة عادية لكن عند محاولته الضغط على الفرامل في منعطف خطر اكتشف أنها لا تعمل هنا جاء قراره الخطير إما أن ينقلب الأوتوبيس لتفادي السقوط من فوق الجبل أو يتركه يخرج عن السيطرة امسكوا كويس علشان هنقلب الأوتوبيس كانت كلماته الأخيرة قبل الانقلاب الطلاب يطالبون بالحقيقة وفي مداخلة هاتفية لأحد الطلاب ببرنامج حضرة المواطن تساءل بصوت غاضب من المسؤول عن الحادث؟ الجامعة؟ شركة الحافلات؟ أم بورتو وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت استقرارا في خدمات النقل لكن هذا العام كان مختلفا